التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول ماكو كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتدعيتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة هذو أكد وزير الدفاع ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة لكل البلدين مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وأهمية تجنب التصعيد العسكري بالقطاع لعدم انخراط أطراف أخرى في الصراع الذي يقود دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر